موسيقى 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 اكتر على الاقل اربع مرات العدد اللي بتعمل دلوقتي هيكون في ابحاف المية اكتر وهيكون في تعليم وتدريب وبعدين نفس الابنية ونفس الاولاد اللي هيستغل هناك حاجة جديدة جدا على مستوى عالمي فاحنا كمان النفس الابنية مصممة بنورمان فوستر اللي هو من اكبر ما عمش تسميهم ايه الديزاينر المصممين المعمريين المصممين العائلين هيفتتح يا دكتور احنا كلمنا سيادة الرئيس انه هو يجي نحط حجر الاساس قريب هنا في ابريل ان شاء الله وان احنا البورد بتاعنا بيفكر انه هيتفتح بعدها ديه دكتور ماجد بعد ثلاث سنين ان شاء الله وبيبقى عظيمه ده لا انا جاي زيارة بقى قريب طبعا 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 تترسينا دايما احنا اه يعني بتدينا دفعة قوية شكرك حضرتك اللي بتدينا كتير من الثقة والاحساس بالرحمة بالمرضة بشكرك شكرا جزيلا الجراحي العالمي المصري العظيم دكتور ماجد ياعوب حبيت اطمن الناس عليه على طول اتصلت بيه دكتور ماجد انت كويس انا طلب العمليات فيه فحبيت بس اطمن الناس كلها عليه النهاردة سيد وزير التعليم العاية دكتور خلد عبدالغفار كان معا وكان بيزور المركز مش محتاجة اقول لناس انه قدي ايه المركز ده المركز ده بياخوم بتبرعات المصريين ويعيش بتبرعات المصريين زي 75 زي حاجات تانية كتيرة جدا فاحنا بنتكلم على اسوان الجديد اللي اكيد محتاج كل التبرعات وكل الدعم من المصريين وانا عارف ان المصريين بنجاح المركز الاول اكيد ازاي هيدعموا المركز الجديد سريعا الدستورية العليا النهاردة اقرت بان توقيع اتفاقية انا بحاول الاخص لكم الخبر توقيع اتفاقية تيران وصنفير مع المملكة السعودية هي اتفاقية ترسيم او تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية هي اتفاقية من الاعمال السيادة وبالتالي لا دخل للقضاء بها وقررت الدستورية عدم الاعتداد بجميع الاحكام الصادرة بهذا الشأن سواء الحكم الصادر من القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية او حكم محكمة الامور المستعجلة ومستأنف الامور المستعجلة بصحة الاتفاقية كان عندنا مشكلة رايبة جدا طبعا فاكرين الاتفاقية توقعت 8 ابريل بعدها في 21 يونيا محكمة القضاء الاداري اصدرت حكما ببطلان الاتفاقية وده كان فيه مشكلة كبيرة جدا بعدها في 18 اغسطس الحكومة اقامت دعوة منازعة امام الدستورية لوقف التنفيذ ثم كان هناك حكمة اخر من الامور المستعجلة ببطلان حكم الادارية العليا يعني اصبح عندنا حكمين ضد بعض حكم من محكمة بيقول بطلان الاتفاقية وحكمة اخر بيقول لا ده بصحة الاتفاقية المهم هناك كان فيه منازعة من الحكومة اقامتها امام الدستورية علشان تفصل ما بين الحكمين وفي هذه الاثناء طبعا كان فيه عدد من المظاهرات والتظاهرات اللي كان فيه احكام على المتظاهرين بعضهم طبق عليه احكام بسجن خمس سنوات وبعضهم تم اخلاق سبيله بكفالات تصل الى مئة الف جنيه وبعضهم خدوا براءة يوم خمستاشر خمسة وعشرين او سبعة وعشرين فبراير الماضي لا فيه عدد من الخمسة وعشرين فبراير الماضي براءة براءة تمانية لكن الحقيقة انه لسه فيه شباب محكوم عليه باحكام بيقضوا احكام حتى لو كانت درجة اولى بالسجن لتظاهرهم ضد اتفاقية تيران وسنفير وانا بتمنى على الدولة وعلى السيد الرئيس انه فيه طبعا لا تدخل فيه احكام القضاء ولكن هذه القضية حسمت خلاص هذه الاتفاقية نافذة نافذة بحكم الدستورية نافذة بكل شيء وصوت لصالحها مجلس النواب وكل حاجة اذا هذه اتفاقية نافذة الشباب دول اللي خرجوا يتظاهروا وحتى منهم قضية خالد علي اللي خرجوا يتظاهروا ضد هذه الاتفاقية هو شباب وطني هو شباب شعر ان هذه قطعة ارض من مصر وبالتالي حتى لو كان يعني عملوا حاجة ضد القانون وهم طبعا هذا تظاهر يعني ضد قانون التظاهر ولكن فكرة روح السماحة روح القانون فكرة انه يكون عندنا باب نفتحه لهؤلاء الشباب وانحنا عندنا برضو فكرة انهم شباب وبيتظاهروا لغرض وطني ده مش تظاهر ضد نظام ده مش تظاهر بيسب حد ده تظاهر عشان الارض فحتى لو كان التظاهر ده خطأ وحتى لو كانت القضية سليمة ومعطيات الحكومة سليمة في كل ده يبقى فيه بس بعض الرحمة وانا متأكدة انه رأس الدولة ومتأكدة انه صانع القرار السياسي متأكدة ان الدولة كلها عايزة الشباب ده يرجع يبقى موجود فاعل ايجابي وص المجتمع معرفش ايه الطريقة القانونية لذلك هل بالعفو الرئاسي هل بذلك بس اتمنى اتمنى من السيد الرئيس اتمنى من كل الناس اللي تقدر ترفع ده للسيد الرئيس انه هؤلاء الشباب المحكوم عليهم في التظاهر ليه قضية تيرانو سنفير ان يؤخذوا بعين الاعتبار خلونا ناخد الشباب في حضننا ما نرميهمش بيت خاصة لما يكونوا شباب تظاهروا لقضية وطنية مش لاشياء اخر فيه اخر خبر عندي هو خبر الحقيقة من بريطانيا مريم فتاة مصرية تعرضت للاعتداء وللضرب المبرح ولل هذه الفتاة الجميلة حالتها الصحية سيئة جدا هنفهم مين والدتها حصلها ايه والحقيقة انه ده خبر موجود في الصحف البريطانية ماري اه 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 مسائل خير يا فنم مسائل خير مسائل نور يا فندم اهلا واشا اهلا اولا تمنيني على حالة مريم اه مريم الحمد لله النهاردة الحمد لله فتحت عنيها والحالة النهاردة الحمد لله اه مستقرة بالرغم انه اه في مرحلة الخطر بس الحمد لله مستقرة وبشكر ربنا طبعا بشكر كل الناس اللي دعاك لمريم اه وربنا يخليلي كل واحد صغير جدير دعا المريم وليلي بصبت ايه اللي حصل مادام نسرين اللي حصل اليوم الى ثلاث يوم عشرين اتنين اللي بنت يدعا على البيت ساعة تمانية الى ربع اه 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 حجيمها عشر بنات تقديمنا ايه بتدرس بتدرس فين ايه بتدرس في الجامعة او كده بتدرس اه هندسة حضرتك او في جامعة ايه اه 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 جامعة اه اه ايست لندن ايوة اه 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 وحجموها في الشارع وقالولها انت بلاك روز قلت لهم لا انا مريم لأ انت بلاك روز قلت لهم لا اه واقعوا البنت في الشارع وفضل يضربوا فيها ضربوا مبرح ضربوا يؤدي الى الموت اه برجليهم بالشوث في الراس في السدر في اله اه في البطن اه حينا للأسف اني مشكلة اني تعلم في عنصرية اه ما نقدرش نكر ان في عنصرية بس حتى مريم يعني فتاة حتى يعني اه مش محجبة اه لونها يعني مفيش الحاجات اللي تدعو للأنصرية ضدها اشنا يا حبيبك في بلد صغيرة انا حد دوقتي نفسي طبعا لما يقبضوا عليهم اعرف سبب اه اه المؤدل لده بس احنا فعلا عندنا هنا دايما تجمعات اللي بيبقوا في السن ده عشان عارسين ان ما فينش قانون هنا في البلد بيئذيهم وان هما دايما محجبون كان الاسف بيتخافينه يعني اللي ضربها بريطانيين ولا ولا من جنسيين اللي ضربها من اصول افرقى اه انجليز من اصول افرقى هم فطبعا اه فطبعا اه دربوها ضرب ومبرحة انت حاول اتغرب منهم ودخلت اه باس اه دخل وراها كمينو عليها طبعا في فيديو شهير وان البلد مستسلمة قدقيه وخلاص مش أجلت قاوم الضرب وفعلا اغمى عليها اه دخلنا المستشفى اعملونا الاسعافات الاولية وابعد خمس ساعات قالونا انت بايس اروخي اه فطبعا قالت لهم انا تعبان وقدرش اروخ لأ طنبهم وقربوها اه روحك للاسف ده خايت غيبوه بايب الليل وهي نايمة ولو انا وطبعا يعني انا صعب اقول لو بس كله خضاء ربنا بس هي لو كانت فعلا قعدت الاربعة وعشرين ساعة القانونيين ازاي المستشفى اطلعه يا بالحالة دي دي مستشف انجلترا بالصدد ده اللي انا بقوله ده اللي انا بقوله يا مصريين والله اشنا اختم منهم والله اشنا اختم منهم بس احنا واشكلتنا فعلا انجل دايما احنا عندنا عقدة الخواجة احنا كفاءات لا وزقة لها انا في بريطانيا نشدت كل بكاترة مصرين انا عندي ثقة في المصري يعني دخلت مستشفى داخلت مستشفى في انجلترا وهيك ممكن يكون عندها نزيف داخلي لقدر الله وطلعوها داخل حضرتك بالصدد داخلها اه عندها اغماق بعرضية الاسعيات رموها في ساعتين قبل ما انتلفوا عليها وبعدين عملوا عليها كنترول لوحدها واشنا طبعا ممنوع ندخل ما نعرفش عمله ايه للبنت نعرفش عمله اشعاعات عمله ايه ما نعرفش اه وبعد ثلاث ساعات بعد الفاعتين الاولانين يعني كله خمسة خرجونا وبنتي بالليل فحي ما تصبح لقينا البنت بتنهزع على أسسرية يعني هي بتنهزع بقى من الساعة كان من الساعة اربعة من الساعة خمسة احنا طبعا طبعا وفجئنا ديها اتصلنا بالاسعات جال تاخد البيت اه بقياها بقولولي البنت بازل تقصر عمليات فورا بنت عندها جلطة في المخ وعندها منتيج في المخ اه وبعد اربعة فيام فجئوني وبنتي في العناية المركزة ان جالها جلطة تانية في المخ وعندها ضمور في المخ وارتجاجه حاجات غريبة حاجات غريبة دلوقتي طمينييني بس حالتها ايه النهاردة الحمد لله فتحي تعنيها طبعا لسه في مرحلة احنا الاوعي لان طبعا هي كانت صغير جوبة بقى لها اتناشر يوم تقريبا اه بس الحمد لله طبعا انا عندي امل في ربنا الحد لله وان شاء الله انا عارفة ان رحلة العلاق طويلة شوية بس اه احنا هنصبر ان شاء الله وهنعدي المرحلة دي بازن الله اه وطبعا وطالب المصرين حاجة يبطل ضعاء اه واستحملونا يعني لا يا خابر ابيض وانا عارفة انه يعني خارجية طلعت بيان حتى والنائب العام طلب التلقيق انا سعيدة انا فخورة والنهاردة سمعت من شوية ان البرلمان عامل اه اه عامل تظوق يعني طلب حاطة وايضا الخارجية وانا متأكدة ان السفير ناصر كامل ما سبكوش ويعني والله يا مدان يا نيس والله انا مبلحقش ارد على تليفوناتهم الكتر ما هم الطول اليوم بيكلمون مش مكلمة وخلاص لا قدل بيكلموني ويطمنوني واشنا اباهات زي كوية وما تقلقيش واشنا جنبك مهنا الوقت طال واسبوري لازم ترفعي قضية وازن انه في في يعني نائب العام كلف بالتقاضي اه واكيد السفارة ايضا اه قالت انها هتتعامل مع الشرطة في نوتنجهام وقالت انه انه اه 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 يعني السفارة قالت انه وقال لي احنا لو طبعا مفي تقصير من الشرطة وتعلم مفي تقصير من المستشفى لانهم خرجوا البنت من بعد خمس طبعا ده انت لازم ترفعي قضية على المستشفى وترفعي قضية طبعا على البلد يعني على ازاي يعني احصل لها كده على الجناة طبعا طبعا وهي اصلا حبيبتي عارفة ان صحتها قريبتي طبعا فهي ما انت معديش استعادت تكون المشاكل هل تعرضت مريم لده قبل كده تعرضت لي حضرات من الاربع شهور بنتين من العشرة برضو نفسهم محضر ومعايا رقم المحضر قالي واق معايا رقم المحضر ومعايا رقم القضية ومهم يسكوهمش لو كانوا يسكوهم من اربع شهور ما كانش حصل في مريم كده المهاردة لكن قالولي اصل الكاميرات معطلة وطبعا عشان بنتي ما تعفنش احنا ما نعرفش اسميهم تسابوا وكالعايدة لكل الاجانب الكاميرات معطلة لكن في المخالفات المرورية والمخالفات اليومية لا الخامرة بتلقبك ولو حد حكسة ارهابية ده حيجبوهم من اه بالامر الصناعي من من وجدوجه بالضبط ده هم بيبقوا عارفينه قبل ما يطلع النهار ده من سرين بدقيلك وبدقي المريم مش انا بس اكيد كل المصريين الدولة كمان واقفة معاكي بارلمان رئاسة خرجية السفارة المتأكدة ان السفير ناصر كامل يعني متابع وعرف انه متابع بال... جدا جدا حقيقي كلهم بشكرهم كلهم وبتمنى لمريم بس ارجوكي ماتسبيش طار البنت ارجوكي ان شاء الله تقوله بالسلامة ولازم تقاضي المستشفى ولازم تقاضي هؤلاء يعني المجرمين اللي تعدوا عليها بشكرك مدام نسرين ابو عمليم اللي دخلت في عباية عصرية والهالي تم بشيها بصبت بيمالها البنت بتدرس بتدرس في انجلترا مشكرك نسرينة ابو العنين والدة مريم اللي تم الاعتداء عليها في ايست لندن كمان يعني هي قالت جملة مهمة جدا انه احنا دايما بنشوف الحاجات الوحشة اللي عندنا وعلى فكرة الصحافة عندهم ما بيرحموناش لو حد تعف في مستشفى ولا جراله حاجة في مستشفى بتبقى ليلتنا سودة وبنبقى هادلاين في كل الجرايد دلوقتي قصة مريم كانت في نوتنجهام ولا جورنال من الجرايد المحلية فقط وده يعني في نوتنجهام بوست في المنطقة اللي حصل فيها ده لكن احنا لو حصل عندنا حد وتوفيها لأي سبب في مستشفى بتبقى يعني فضيحة الكبرى وهذه مصر اللي مستشفى بتقتل الناس وهذا كذا وهي قالت والدة مريم قالت ناصق بس في انفسنا وفي كفاءتنا الف سلامة المريم وفعلا اتمنى انها ما تسبش القضية ولازم ترفع قضية لانه يعني ده حاجة ده رعب ده رعب نخرج فاصل وبعد الفاصل اربع زائد وحد